مرحب بحضراتكم مرة تانية في المحترف قبل ما نشوف الصحافة العالمية تكلمت وقالت ايه عن دور الستاشر في بطولة أبطال أوروبا أبطال الدوري الأوروبي أعتقد النهاردة عندنا خبرين مهمين جدا الخبر الأولاني بيخص مبابي مبابي طبعا نجم الباريس سان جرمان ومن حوالي شهور أكتر من شهور عملية هل انتقال مبابي لريال مادريد انتقال وفين أعتقد النهاردة مسؤولي باريس سان جرمان بيعملوا كل حاجة عشان مبابي يستمر معهم في الفترة اللي جاية في قناة فرنسية قالت ان بالفعل بيه فيه تفاوض كبير جدا جدا ما بين الطرفين ما بين طبعا باريس سان جرمان ومبابي لتجديد التعاقد معه ولو حتى الفترة صغيرة احنا بنتكلم ويمكن العرض اللي قدمته باريس سان جرمان اللي انفابيه هتخليه أغلى لاعب في العالم من حيث تقادي الأغر السنوي ويتفوق على نجوم كبار زي ميسي ونيمار وديسيلفا أشار التقرير كمان ان المهاجم الفرنسي بيركز دلوقتي أكيد في مسارته مع باريس سان جرمان عايز يقدم موسم جيد جدا مع باريس سان جرمان كل الأمال للحصول على التشاملز ليج ومأجل طبعا قراره إلى الفترة اللي جاية لكن خلينا نتكلم بكل أمانة ريال مدريد كمان هو الحلم الكبير للمبابيه زي ما بيقول لحضراتكم من فترات كتير كان الحلم الأكبر للمبابيه هو اللعب لفريق كبير زي فريق ريال مدريد ما فيه شك ان ريال مدريد لغاية الوقت هو الأقرب لكن لما كل وسائل التواصل الاجتماعي بتتكلم لما حتى الانتربيه له بيعمل له مبابيه دايما بيقول أنا لسه مقررتش أنا يعني مركز مع فرقتي عايزين ناخد بطولة طبعا بطولة الدور الفرنسي محسومة بشكل كبير لكن طبعا الفوز بدوري الأبطال هو الشيء المهم جدا وبيقول أنا مركز مع فرقتي لكن فيه كمان تقارير بتقول أن يمكن ناصر الخليفة طبعا ده رئيس نادي باريسنا الجرمان قعد مع وكيله وعرض عليه عرض كبير جدا عرض يفوق يمكن يعني مرتبات ميسي ونيمار عايز أقول لحضراتكم بعض الناس بتقول أو بعض التقارير بتقول أن يمكن العرض وصل لحوالي مليون جنيه استرليني أسبوعيا مليون جنيه استرليني أسبوعيا وكمان الدوله كده فرصة قالوله احنا مش عايزين عقد طويل المدى انت ممكن تمدي معنا سنتين يعني المدة سنتين تكون متواجد معنا تخيل الرقم يمكن زي ما بقول لحضراتكم رقم خرافي رقم كبير جدا ولكن كله على مش على المستوى الرسمي ما فيه شك أن طبعا باريس سان جرمان بتحاول بقدر كبير جدا أنها تتمسك بهذا اللاعب بعرض خيالي زي ما بقول لحضراتكم لكن كمان ظهر على الخط على النحية الثانية ليفر بول النهاردة بعض وسائل الإعلام في إنجلترا يمكن كانت مطلعها بعض الصور ليورجن كلوب مع إمبابي بعد المباراة وبتقول يعني بتقول بشكل آخر مش بعد المباراة يعني من خلال يعني بعض الصور نزلت يورجن كلوب وبتقول فيه اهتمام واضح من طبعا ليفر بول للتعاقد مع إمبابي في السف القادم ممكن جدا تكون سلاح زوحدين يعني ممكن جدا بنتكلم على ليفر بول هل تم التجديد مع محمد صلاح هل هيجدد لمحمد صلاح دي نقطة لسه دلوقتي ما تحسمتش كمان عايز أقول لحضراتكم مانيه مانيه كمان عقده هيقلص فيه صيف 23 وبالتالي كمان في الأيام اللي جاية أو الأسباع اللي جاية كمان ساديو مانيه ممكن جدا هل يتواجد في ليفر بول كل دي أعتقد يعني منورات ومن خلال حتى قدوم دياز اللعيب الكولومبي اللي ظهر بشكل أكتر وما رائع مع ليفر بول في المبارايتين اللي فاتوا ده كمان وراء الضغط بلعبها ليفر بول على ساديو مانيه وعلى محمد صلاح لعب صغير عنده 23 سنة بيقدم مستويات في أول مبارايتين ولا أرواع وبالتالي كمان الضغط على اللاعبين بشكل أو بآخر ده متواجد في ليفر بول لكن هل من الممكن انتقال لليفر بول في الصيف أنا أشك يعني أنا أشك في هذه يعني التقارير التي تلعت من إنجلترا ولكن كل حاجة بيقولها أمبابيه هو بيقول أنا لسه ما حددتش اتجاه إيه هل سيبقى بالمبلغ الخرافي اللي قلت حضراتكو عليه في باريس سان جرمان لمدة عامين هل ينتقل في الصيف لريال مدريد لتحقيق حلم حياته للعب للملكي هل تحدث المفاجأة ويكون وجود أمبابيه في البريميال ليج من خلال ليفر بول أعتقد علامة استهام كبيرة جدا جدا على انتقال الإمبابيه في الصيف القادم وجوده أو بقاءه أو الانتقال طبعا لريال مدريد أو ممكن تحصل أحدى المفاجأات ترجمة نانسي قنقر